سواء عليكم يا شباب ازايكم? عاملين ايه? اه يا رب يكونوا بخير. ان شاء الله النهاردة هنشرح المحاضرة التانية. تمام? لدكتور زايد سالم. ماشي? اه دكتور سالم زايد على فكرة المحاسبة الادارية هي بتي كوبي بيست. يعني كان عندنا مسلا الكتير من القبل اللي فات كان دكتور عماد الزمر. نفس المحاضرة هي هي اللي شرحها بالخطوات بالمسائل بكل حاجة. فميزة اه امتحان المحاسبة الادارية هو بيجي كوبي بيست. وزي ما قلت لكم المحاضرة اللي فاتت انت هتعتمد على المحاضرات اللي اللي بتتشرح في الجامعة. زايد طبعا تحفظ الامثلة وتحفظ طريقة الخطوات بتاعتها. عشان لو الاركام اتغيرت تعرف انت اه تحل. تمام? زايد هتحل الامتحانات بتاع الامتحانات السابقة كلها اللي فاتت هتلاقي ان شاء الله ان الدنيا معاك سهلة. دي مادة ايه? مادة الابلس. يعني ان شاء الله هتجيب الانتياز وانت مستريح. جميل? طيب. قبل ما نشرح المحاضرة التانية. اه كان فيه الدكتور اد اه اه مثال. تمام? مثال للمحاضرة اللي فاتت. وشرح مثال امتحان. قال لك المسال ده 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 يعني امثلة امتحانات سابقة. تمام? فنشرح المحاضرة بتاعت النهاردة. وبعد كده نحل المسال بتاع المحاضرة اللي فاتت. واداكم مسال هو اداكم الحل بس مش عامل خطوات بتاعته. برضو نحلها مع بعض. تمام? طيب اه اول حاجة عندنا او اول حاجة الدكتور اه شرحها بدأ بيها. بدأ بايه? بدأ بتحليل تحليل التعادل. تمام? طيب. تحليل التعادل ده قال لك والله التحليل التعادل ده هو تحليل تكلفة. تمام? وحجم وربح. جميل? طيب. من الاخر تحليل التعادل او نقطة التعادل بتاعتي والله هي ولا ربح ولا اخسارة. تبقى بين الاتنين. قال لك فيه حاجتين. اول حاجة مفهوم التعادل اللي هو التعريف بتاعه ايه? وتاني حاجة ايجاد نقطة التعادل. طيب. ايجاد نقطة التعادل فيه حاجتين قال لك عليهم. عندنا فيه حالة انتاج منتج واحد. تمام? وفيه عندنا عدة منتجات او اكسر من منتج. طيب. يبقى احنا النهاردة هنشرح انتاج منتج واحد. تمام? والمحاضرة اللي بعد كده هتبقى اكتر ايه من منتج. تمام? وطبعا قال لك اول حاجة تعريف او مفهوم التعادل ايه? قال لك ايه عبارة عن مستوى الانتاج والمبيعات الذي يعادل عنده ارادة المبيعات مع اجمال التكلفة المتغيرة والتكلفة السبتة. وقال لك ايه? ان ده لا يحقق ربح ولا خسارة زي ما انا ايه? زي ما انا قلت لك. طيب. في مثال الدهولة كده على طول قال لك عندك فيه اه مثال قال لك بفرض ان اه ان سعر بيع الوحدة في احدى الشركات عشرة جنيه. والتكلفة المتغيرة للوحدة ستة جنيه. واجمال التكاليف السبتة عشرين الف جنيه. جميل? المطلوب قال لك انا حدد لي هامش المساهمة اللي هو الربح الحد للوحدة ونسبة هامش المساهمة. جميل? اللي هي بتحديد نقطة التعادل بالوحدات بالكمية. ومرة بالايه? بالجنيه. طيب. قبل ما نبدأ. لازم تطلع المعطيات بتاعتك. مفاتيح الحل. اللي تخليك تعرف تحل. جميل? واعملهم زي يعني اعملهم بالترتيب زي ما انا هقول لك كده. اول حاجة بجيبها بجيب حاجة اسمها سعر البيع للوحدة. جميل? وبعد كده تكلفة المتغيرة للوحدة. تمام? بعد كده هامش ركز معايا هامش المساهمة برضو ايه للوحدة. طيب. اول تلات حاجات ونسبة الهامش دي زيادة برضو. نسبة الهامش جميل للمساهمة. طيب. انا عندي سعر تبيعهم الدهولي اه. تعال كده نبصر التمرين قال لك عندك سعر بيع الوحدة عشرة جنيه هاجي اكتب هنا عشرة. وبعد كده قال لك تكلفة متغيرة ستة جنيه. طيب. انا ولا عندي هامش مساهمة للوحدة ولا عندي نسبة اجيبهم ازاي عم اسلام? هقول لك ببساطة جدا. انا عندي سعر البيع الوحدة ناقص التكلفة المتغيرة للوحدة. يعني هقول له عشرة. ناقص ستة يديني كام? يديني اربع. هديني جبت الهامش المساهمة اهو. كل سهولة. طيب اجيب نسبة الهامش ازاي? قال لك نسبة الهامش يا باشا. اقسم لي هامش المساهمة? تمام? طيب. اجيب النسبة ازاي? زي ما قلت لك. هتاخد الاربعة اللي هو هامش المساهمة للوحدة هنقسمه هنقسمه على مين? على سعر البيع. ونضربه في كام? في مية. يعني يعني هجي كده هجي اقول اربعة على العشرة في كام? في مية. اداني كام? اداني اربعين في المية يا سلامة. شفت بقى? يبقى انا كده معايا اول اربع خطوات انا جبتهم. وما فيش يبقى كده ما عنديش اي ايه? اي مشكلة. تمام? طيب. اول حاجة عايز عايزين نجيبها. اللي هي ايه? نقطة اول حاجة. نقطة ايه? نقطة التعادل بتاعتي. صح كده? اهو. طيب. اجيبها ازاي? هو كان مديك في التمرين اجمال التكاليف السبتة? قال لك عشرين الف جنيه. طيب. نقطة التعادل. بعمل ايه? نقطة التعادل. هتبقى اجمالي التكاليف السبتة على هامش اه المساهمة للوحدة. خلي بالك انا عندي التكاليف السبتة دايما تبقى موجودة معايا فوق. خلاص? يبقى نقطة التعادل عندي بجيب ايه? قال لك يا باشا هتجيب لي اجمالي اهو اجمالي تكاليف السبتة. على مين يا حبيبي? على هامش المساهمة للوحدة. جميل? طيب. انا اجمالي التكاليف السبتة عندي بكام? قال لك بعشرين الف جنيه. عندي بكام? عشرين الف جنيه. طيب. وهامش المساهمة للوحدة. اهو. عندي كام? عندي اربعة هامش المساهمة للوحدة. عندي اربعة. يبقى اهو اه عشرين الف على الاربعة هتساوي كام? هتديني خمس تلاف وحدة. جميل جدا. دي كده ايه? اول حاجة طيب. تاني حاجة. لو قال لك انا عايز نقطة التعادل بالقيمة. نقطة التعادل ايه? بالقيمة. حلوة اوي. تاني حاجة. ادي نقطة. التعادل بالقيمة. او ايه? بالجنيه. ده او ده. ايه ما هي جنيه? فلوس. حاجة اقول له ايه? هو انا عندي سعر البيع بكام يا اسلام. عندي سعر البيع بعشرة في. انا عندي نقطة التعادل او الوحدات عندي كم وحدة? قال لك يا باشا انت مطلع لخمس تلاف وحدة. يعني بالبلد كده وبالعربي. انا لو عندي الف الام جميل. والالم ببيعه بجنيه. يبقى هضرب الف في خمس تلاف اجمال الاراد بتاعي او القيمة يديني خمس تلاف جنيه. تمام? طيب. انا عندي هنا مثلا خمس تلاف الام. والالم ببيعه بعشرة جنيه. يبقى هقول له عشرة في خمس تلاف هيديني كام? هيديني خمسين الف جنيه. وليه بالجنيه? عشان ما هو طالب مني الجنيه او قيمة. تمام? ادي ايه? تاني خطوة. طيب. واحد شاطر كده يقول لي عم اسلام. هقول له نعم. يقول لي طيب انا ممكن اجابها بطريقة تانية. هقول له ازاي يا برينس? هيقول لي بكل بساطة جدا. وانا مش طلعت نسبة هامش المساهمة. اه. طب اعتمد النسبة دي على طول انا بحتاجها في الفلوس او بالجنيه. يعني ايه? يعني هاجي كده على جنب وهاجي اقول له والله انا عندي طالما عايز النقط التعادل بالجنيه او بالقيمة هقول له يا باشا التكلفة السابتة عندي بكام? هيقول لي بعشرين الف جنيه? هقول له شاطر. طيب. ونسبة هامش المساهمة? انا هنا حطيت ايه? الوحدة. طب حطي اللي هنا النسبة بقى اللي هي كام? اللي هي اربعين في المية. وهاجي كده واضرب على الالة كده. هقول له يا باشا دي عشرين الف على اربعين في ايه? اربعين في المية. اداني كام? اداني خمسين الف جنيه? ايه ده هي هي? اه. يبقى انت يا معلم عندك خطوتين. عندك يا ام اتجيب التكاليف السابتة على نسبة الهامش. واحنا عرفنا اهو نسبة الهامش. هنحتاجها في ايه? وهنحتاجها في حاجات تانية برضو احنا بنحل. هيديني على طول. او سعر البيع هقوم ضربه في ايه? في الخمس تلاف واحدة. هيديني برضو خمسين ايه? الف جنيه. بقى ازا انا عندي الخطوة دي شغالة. والخطوة دي ايه يا معلم? والخطوة دي شغالة. تمام. طيب اه كده احنا خلصنا. في بقى اه مثال اتنين. مثال اتنين بيقولك ان تجد احدى الشركات الصناعية تمن تلاف واحدة. من منتج معين خلال احدى الفترات. تمام? وقد. وقد جميعها بسعر او اه بيعت بسعر. كم يا باشا سعر البيع? قالك بتلاتين جنيه للوحدة. وكانت اه وكانت اه تكاليف انتاج الوحدة كالتالي. مديك مواد مباشرة اربعة جنيه. مديك تكاليف عمل مباشرة اه تلاتة ونصف. مديك تكاليف مباشرة متغيرة كام جنيه ونصف. مديك تكاليف مباشرة سبتة اتنين جنيه. وبعد كده قالك ازا علمت ان تكلفة التسويق المتغيرة جنيه اجمال التكاليف التسويقية السبتة عشر تلاف جنيه واجمال تكاليف الادارية والعمومية كام يا حبيبي اه اربعتاشر الف ونسبة استغلال للطاقة ستين في المية. وقالك المطلوب طالب مننا خمس حاجات. تحديد نقطة التعادل بالكمية. تحديد الكمية المتوقعة ببيعها لتحقيق ربح ربح ستين الف جنيه. وبعد كده تحديدها مش حد الامان بالكمية والقيمة. تحديد نسبة استغلال التي يحقق التعادل وبعد كده نسبة ايه الاستغلال التي يتحقق صافي ربح قدره كام يا حبيبي الخمسين في المية. المثال مش صعب. المثال سهل جدا. ولكن افهم معي المثال بيتحل ازاي? هتعرف بعد كده تحل ايه مسال من ايه? من منتج واحد. طيب. تعال بقى نبدأ نحل. وزي ما قلت لك اول حاجة هنجيبها هنرص الايه? الحاجات بتاعتنا اللي هو اول حاجة عندي سعر يبيع الواحدة. تكلفة متغيرة للايه? للواحدة. هامش هامش مساهمة برضو للايه? للوحدة. نسبة نسبة الهامش. دول اول حاجات هقدر اجيبهم. طيب. اول حاجة مدى لك في التمرين قال لك انت عندك سعر البيع للواحدة بتلاتين جنيه. جميل. طيب. تكلفة متغيرة للواحدة. اه تعالك كده بص في التمرين عندي. هو في التمرين عندي هو ميديك شوية حاجات كده مفنطة قال لك هو كان التكاليف الانتاج للواحدة وهو موزعها لك. يعني ميديك تكاليف مباشرة وعمل مباشرة ومتغيرة وسبتة وتسويقية متغيرة. طيب مبدئيا مبدئيا كده هجمع كده هجي اقول ايه? تكلفة الايه? التكلفة المتغيرة للواحدة. وجمع. انا عندي اه تكاليف مواد مباشرة هاخدها مواد مباشرة هاخدها بكام يا حبيبي قال لك باربعة جنيه وهقول له زائد. تمام? طيب. بعد كده ميديك ايه? تكاليف عمل مباشر برضو هاخدها. قال لك بكام? قال لك بتلاتة ونص زائد. عندك تكاليف متغيرة هاخدها برضو متغيرة. بكام قال لك? قال لك بجنيه ونص طيب. بعد كده قال لك تكاليف سابتة. لا مش هاخد السابت. انا باخد ايه? باخد كل ما هو متغير عندي. خلاص? طيب سيبك منها هقول له زائد. في حاجة عندي تحت? اه ده انا عندي فيه تكاليف تسويقية متغيرة بكام بجنيه هاخدها. وابدأ اجمع. ادي عندي كده اربعة وتلاتة ونص يبقى سبعة ونص. وادي تمانية تسعة عشرة. اه يبقى ازا التكاليف المتغيرة للوحدة عشرة جنيه. كمان? هاجي بقى عشان هطلع همشي المساهمة للوحدة. زي ما قلت لك بنعمل ايه? بنطرح. هنقول سعر البيع ناقص التكلفة المتغيرة. ادي تلاتين ناقص عشرة. ناقص عشرة يديني كام? يديني عشرين. حلوة او. طيب. في حاجة تانية عازة اجيبها اجيب اجمالي التكاليف السبتة. برضو اجمالي التكاليف السبتة هو برضو مجزئة. طيب هدور على اي حاجة سبتة. جميل? عندي فيه اول حاجة قال لك عندك تكاليف سبتة اتنين جنيه. هقول له ادي اتنين جنيه. وهقول له فيه ليه? عشان هو مديني التكاليف السبتة هنا اتنين جنيه فانا هضربها في الانتاج بتاعي. اللي انا انتاجته اللي هم كام تمن تلاف وحدة بيساوي كام ستاشر الف. دي كده اول حاجة انا جبتها. طيب. تاني حاجة قال لك فيه اجمالي اه تكاليف تسويقية سبتة بكام? قال لك يا باشا بعشر تلاف جنيه هقول له ماشي. وبعد كده قال لك فيه اجمالي تكاليف تكاليف ادارية وعمومية اربعتاشر الف. برضو هاخدها. يبقى كل ده يخص التكاليف الايه? يخص التكاليف السبتة. ادي كده هجمع بقى زيتة وعشرين تلاتين اربعين. يبقى ازا اجمالي التكاليف السبتة عندي كام? اربعين الف جنيه. تمام? طيب. دعا نشوف اول مطلوب عايزه مننا. وطبعا هو كان ميديك نسبة الاستغلال اهو نسبة الاستغلال اهو كان ميديها لك بكام? قال لك بستين في المية. تمام. يبقى اول حاجة هجبها قال لك هاتلي تحديد نقطة التعادل بالكمية. يبقى عندي السؤال الاول اهو نقطة التعادل بالكمية. واجي كده واقول له يساول. طبعا نقطة التعادل بالكمية انا قلت لك ايه تكاليف سبتة فوق وتحت هامش مساهمة للوحدة. يعني هاجي كده. واقول التكاليف السبتة عندي بكام? باربعين الف اهو ادي اربعين الف. وهامش مساهمة للوحدة عندي عشرين. حاجة اقسم هقول له اربعين الف على العشرين تلعت بكام? تلعت بالفين واحدة. دي كده جبت ايه اول حاجة. تمام? طيب. عندي نقطة التعادل بالقيمة. لو انا عايز نقطة التعادل اهو نقطة التعادل بالايه بالقيمة. هعمل ايه زي ما قلت لك? هقول عندي اه الالفين وهوم ضربهم في سعر البيع. هاجة كده اقول له سعر البيع عندي التلاتين في الالفين يديني كام? هيديني كام? ستين الف جنيه. اهي. كل نسبة الهامش نسبة الهامش هنا طالعة بكسور فمش مجمع معي. فانا مش هحتاجها في التمرين ده. تمام يا شباب? طيب. تاني حاجة قال لك الكمية المتوقعة بيعها عند صافي عند صافي ايه? ربح قدره ستين الف جنيه. اجي النقطة التانية. يبقى انا عندي كده الكمية اهو. المتوقع. بيعها عند صافي كام ستين الف. يعني الرجل بيقول لك يا باشا. زي زي ما عملت هنا. هنعمل هنا بس هنضيف ايه? هنضيف ستين الف جنيه اللي قال لك عليها. بس كده اهو. يبقى كده ايه? او لما يقول لك كمية طيب ما تكلم عالكمية يبقى على طول هاجة اقول له انا التكاليف السبتة عندي بكام? اربعين الف. ماشي? زائد الربح اللي هو الدهولي كام? اهو مش قال لك انا عايز الربح عند ستين الف اقول له. اقول لك باشا هتستين الف اللي انت قلت لي عليه. وتحت احط ايه? احط برضو هامش المزاهمة للوحدة. عشرين. ونجيب الالة ونضرب اهو. شرط تكسر واربعين. زائد ستين يبقى مية. على العشرين. طلع كام يا معلم? طلع خمس. خمس تلاف. وحدة. يبقى ده الربح ايه? الربح الكمية بتاعي. طيب. لو جيو قال لك يا باشا. نقطة ثلاثة قال لك هتلي هامش الامان. او هامش حد الامان بالايه? بالكمية. طيب. انا في قانون صغير ايه هو? المبيعات الفعلية. ناقص مبيعات التعادل اللي انا طلعتها. طيب والاتنين موجودين يا عم اسلام? اه الاتنين موجودين ايه ده طفين? حبيبي انت عندك كان فيه تمن تلاف اللي هي اللي انتجت. اه هو ده الانتاج بتاعك ده الفعلي. يعني ده الايه الانتاج بتاعك اللي هو تمن تلاف ناقص ناقص كم يا معلم? ناقص الالفين نقطة التعادل اللي انت طلعتهم اللي هما دول. يبقى هقول له تمن تلاف ناقص الفين يديني كم يديني ست تلاف? وحدة. جميل? طيب. في مشكلة ما فيش. الدنيا سهل اهو جميل. طيب. ايه تاني? طبعا حد الامان عند السفر هيساوي ايه? هيساوي اه حد الامان عند التعادل هيساوي ايه? هيساوي سفر. طيب. لو جيه قال لك هاتلي نسبة نسبة حد الامان. ايه ده? نسبة حد الامان. نسبة اهو. حد الامان. اجيبها ازاي عميس لها بنسبة حد الامان? عادي. هقول له يا باشا حد الامان خلاص على كمية المبيعات الفعلية. يعني من الاخر من الاخر كده اولا ما يقول لي نسبة الرقم اللي انا طلعته ده اهو ده هاخدأ سمه على المبيعات الفعلية بتاعتي. يعني هجي اقول له ستلاف وحدة على التمان تلاف. في مية ليه? في مية عشان نسبة. خلاص? هقول له بتساوي. يطلع كام يا باشا? يطلع خمسة وسبعين في المية. اهو? فيش اسهل من كده? طيب. نقطة رقم اربعة. نسبة استغلال الطاقة. عندي مين يا باشا? التي تحقق التعادل. التي تحقق ايه? التعادل. هو رعا الرجل هو تحس المسال الاصل لو انت قريته وانت بتحل هو المسال يعني انت بتغش وانت بتحل اساسا. تمام? طيب. نسبة استغلال الطاقة يعني هيبقى فيه ضرب فوق عندي. طيب. احنا قلنا اول حاجة بنكتبها ايه? التكاليف السبت. وانا التكاليف السبت عندي سبتة. هقول له فيه. في كام? نسبة استغلال الطاقة وهو نسبة استغلال الطاقة هو مدهلك بكم اصلا بستين? يعني باش هاجا اقول له تعالى اضرب هالي في ستين في المية. على كام يا معلم? على اجمالي هامش المساهمة. طيب اجيبي ازاي? انا عندي بص بقى. انا عندي هامش المساهمة للوحدة مطلعه صح? اه. اطلع على اجمال ازاي بتاعه? هقول له يا عم تعالى. مفاش حاجة يعني. هناخد العشرين اللي هي المساهمة للوحدة وهضربها في المبعاد بتاعت الفعلية. يطلع بكم يا باشا? يطلع بمية وستين الف اجلي. خلاص يبا احنا عرفنا بنجيب اجمالي هامش المساهمة ازاي? اهو. ونقوم كتبين كده يساوي. وتعالى نضرب على الايه? نضرب على الايه? لا اهو. عندي اربعين الف في ستين في المية على مية وستين ايه مية وستين الف لو قلنا في مية يطلع بكم يا حبيبي? هيطلع بخمستاشر في المية. خلاص? طيب اهو الدرس معانا سهل جدا ولكن ولكن لازم لازم وانت بتحل. تمام? تفهم الخطوات بتيجي ازاي? طيب. جبتي دي ازاي اهو? هقول لك تاني. انا عندي هامش المساهمة للوحدة كانت بعشرين. اهي. ومتضربها في المبعادة الفعلية اللي هي تمن تلاف قداني مية وستين. تمام? عشان اعرف ان كي ناس هتسأل على النقطة دي تاني. جميل. خمس حاجة. اخر حاجة كان طريبها مني. قال انا عايز نزبط اهو نزبط استغلال التي تحقق التي اهو تحقق ربح ربح كام? قال لك تمانين الف جنيه. حلو اهو. هعمل ايه? اهو ركز معي بقى. شرطة الجميلة بتاعتي. بعمل فيها ايه? اول حاجة في حاجتين بس هنعمله. نسبة استغلال التي تحقق ربح. طيب. انا عندي زي ما اتفقت زي ما اتفقنا مع بعض هنقول لي اربعين الف جنيه اللي هما التكاليف السابقة. زائد الربح اللي هو من دهولي. تمانين الف جنيه. واسقط لأ. هقول له في في كام يا باشا في ستين في المية. اللي هو نسبة استغلال الطاقة بتاعتي اصلا. هو الراجل هنا عمل ايه? عشان تبقى فاهم? هو هنا قال لك فوق بقى نسبة استغلال الطاقة التي تحقق التعذب. يبقى هعمل ايه? يبقى هضرب بص بقى. هضرب تكاليف السابقة في النسبة. نسبة استغلال الطاقة. طيب. جي هنا قال لك نسبة استغلال الطاقة التي تحقق ربح ومديك تمانين الف جنيه. هقول له يا باشا ماشي. التمانين الف هحطها جمعها على الاربعين الف بتاعت التكلف السبتة اصبح عندي مية وعشرين الف خلاص واقول له في كام في ستين في المية هي هي اهي على كام يا معلم هي هي نفس القصة برضو على المية وستين الف جميل? وفي كام وفي مية عشان يطلع نسبة معي? هنضرب الكلام ده كله على الالة هيديني كام في الاخر يا عسل هيديني خمسة واربعين في المية. تمام? ودي كده يا باشا آآ السؤال برضو التاني خلص طيب في الاخر خالص مديك سؤالين كده تدريب قال لك فيه عندك آآ سؤال اللي في احدى الشركات الصناعية اللي هي بتاع التكلفة والسيانة ده تمام ده احنا شرحنا قبل كده وبعد كده اديك مسال تاني اديك الاجابة تمام بس ما اديكش خطوات الحال تعال نحلهم مع بعض. طيب تعال نحل اسئلة الامتحانات اول سؤال ده ده كان المسألة شرحت في آآ آآ المحاضرة اللي فاتت. بيقول لك في احدى الشركات الصناعية كانت تكلفة الصيانة لشهرين نوفمبر وديسمبر عشرين وعشرين ربعمائة الف ربعمائة ستين الف دول على الايه? على التوالي. وكانت ساعة التشغيل الالات تمام? خلال نفس الشهر عشر تلاف واتماشر الف على التوالي. حدد الاجابة الصحيحة للعبارات الاتية. عايز معدل التكلفة للساعة متغيرة. وعايز الجزء السابت في تكلفة الصيانة. وقال لك اجمال يا باشا التكلفة الصيانة الشهرية. في حالة التشغيل كام خمساشر الف ساعة للالة. طيب تعال لك اول حاجة. اول حاجة يا باشا. هاتلي الاركام الكبيرة فوق اللي هي بالجنيه تمام? وحط اللي الكبير الاول وبعدين الصغير مش كان ربعمائة ستين ربعمائة اه طيب. والساعات عندي اتناشر الف ساعة وعندي عشر تلاف ساعة صح? يبقى الكبير بالجنيه مع الكبير بالساعات. جميل? والصغير بالجنيه مع الصغير بالساعة. جميل? ونقوم عاملين شرطة كسر كده. خلاص? ونعمل طرح هنا وطرح هنا. ودي اول نقطة جبناها يا برينس. بكل سهولة. طيب تعال. ربعمائة وستين ناقص ربعمائة يطلع بكام بستين الف. واتناشر الف. ناقص عشر تلاف. يطلع معايا بكام بالفين. طيب. ونقول له يساوي. والله تاياري تلت صفار مع التلت صفار. يبقى هنقول له ستين على الاتنين فيها ايه حبيبي تلاتين ساعي? يبقى اول اجابة جبتها باوبلشيت بكل سهولة اهو انا ما عملتش حاجة. انا ايه? ما عملتش حاجة بكل سهولة اهو. جميل? طيب. تاني حاجة عندي في قانون اللي هو بيقول لك الصاد بتساوي الف زائد بسين. طيب. تعالا كده نشوف هنجيبه ازاي? هقول له تحت بيساوي. انا عندي الالف ده اللي هو الجزء الثابت وده اللي انا عايزة اجيبه. معنى كده ان هو لسه مش موجود. زائد. البيه عندي بكام? انا جبتها لسه هي? اللي هيجي الساعي. بقى هقول له بتلاتين. وهقول له في السين. انا هشيلي السين. ركز معايا. وهو عوض عنها بايه? والله يا اما اخد السين الكبيرة واشتغل عليها. يا اما اخد السين الصغيرة واشتغل عليها. بس لو خدت السين الكبيرة يبقى اخد الرقم الكبير واشتغل عليه. تعال. تعال نعوض بالسين. يبقى اشيل دي. وحط كام? اتناشر الف كام? جنيه او ساعة. ونضرب تلاتين في اتناشر الف هيطلع معايا بيه تلتمية وستين الف. هنا مش هقول له زائد. هعمل ايه? اخد الربعمية وستين اهو. خلاص. ادي الربعمية وستين الف. واقول له ايه? واقول له ناقص. واقوم طارح. ربعمية وستين نقص تلتمية وستين يبقى معايا مية الف. ده كده ايه? ده الجزء السابت بتاعي. طيب. واحد تاني يجي يقول لي طب يا عم اسلام. طب ما اتجبها لي بقى بالساعات الصغيرة. انت مش جبتها بالساعة الكبيرة وقلت لي بقى هما الاتنين بيطلعوا زي بعض. اقول لك اه. طب ما اتجبها بالصغيرة. اقول له تعالى. انا عندي كام? احنا قلنا التلاتين. صح? فيه. هضربت في كام في اتماشر? هضرب في عشرة. يطلع بكام? يطلع عندي بتلتمية الف. حلو? حلو. طيب. هتلي بقى. مش احنا اخدنا الساعات اخد الجنيهات هتلي الربعمائة الف اهو فوق. ونعمل علامة طرح. ربعمائة اسطلطمية يطلع مية. ايه ده? ده فعلا ده هو هو نفس الرقم اللي انا طلعته. يبقى ازا افهم حاجة بقى لما دي يشتغل بالساعات الكبيرة يبقى تاخد ايه الرقم اللي هما ربعمائة ستين الف جنيه نطرحوا منها. تمام? طيب خدت الساعات الصغيرة يبقى اخدوا الرقم بتاع الصغير واترحوا منه. جميل? طيب. يبقى ازا انا عندي كده الاجابة التانية عندي اللي هو المية الف. طيب هاجي. كده خلصت الاجابة التانية. نجي الاجابة التالتة وبيقول لك طيب يا عم مش انت بقى شاطر بقى عملت حل. طيب هتلي بقى اجمالي اجمال الصيانة اجمال الصيانة اللي هي اه لشهر يناير في حالة تشغيل كام? خمستاشر الف جنيه? طيب. تعال لكده. انا عندي الالف اهو الالف بكام بمية الف? جبتها خلاص اهو? صح? مفروض زائد. البيه. صين صح كده? اهو. البيه عندي بكام? البيه عندي بتلاتين. واحنا قلنا فيه السين دي بنشيلها بنعوضها. طيب هنعوضها عن ايه? عن اللي مدالي في التمرين اللي هي الخمستاشر الف ساعة. واقول له يساوي. يبقى تلاتين في خمستاشر بكام ربعمية وخمسين الف جنيه. ونزل المية اهو. واقول له يساوي واجمع الاتنين مع بعض. هيديني كام يديني خمسمية وخمسين الف جنيه. تمام? يا شباب اضمانوا السؤال ده ده بيجي في الامتحان على طول. يعني تبصوا على اخر كامل امتحان هتلاقي التمرين ده موجود. بس بيغير لك الاركام. انت بس همت اللعبة بتيك ازاي? فخلاص يا باش ادوس ولا يهمك. طيب. تعالى بقى للمسال التاني هو كان اه الده واجب او ادهولكو وانتو حلوه يعني. تمام? طيب. تعالى نحله مع بعض. بس انا عب لما حله وقف الفيديو ويمسك وراء وقلم وحل التمرين ده. شوف هو نفس الخطوة بتاع التمرين اللي فاتح اللي احنا حلناه. حل بيدك. شوف لو حاجة غلطت. علم عليها وحاول شغل مخك شوية. مش لو انا غلطت اجرى بص على الحل. لأ. فكر وشوف تدفيك ازاي اه طب ديك بتكتب كده. واحدة واحدة اتلاقي ان عندك الدماغ بدأت تشتغل والتفكير بدأت تشتغل وبدأت تتركز وتعرف هو طالب منك ايه والحاجات دي كلها. تمام? طيب. بقى معايا التمرين التالت اللي هو ما حلش الخطوات بتاعتها بس ايه? قال لكم على الحل بتاعه. احنا هنحله مع بعض. بيقول لك انتجت شركة الاهرام الصناعية تلاتين الف وحدة. تعالك اتركب مع بعض. اول حاجة هسميها دي مبيعات فعلية. حلو الصيقة دي? مبيعات ايه? فعلية بكمية حبيبي تلاتين الف وحدة. تمام? وآآ باع الجميعها بسعر عشرة جنيه للوحدة على طول هاجة كده هقول له سعر بيع الوحدة اهو بكمية برينس بعشرة جنيه طيب انت اوتوماتيك بقى تكلفة متغيرة للوحدة زي ما حفزتك بقى هامش مساهمة للوحدة اهو انا بحفزك اوتوماتيك خلاص نسبة الهامش لو موجودة نقدر نجيبها هتيجي معانا. تمام? حلو اول. وبعد كده المفروض عندي اجمال التكاليف السابتة خلاص اهو هقول اجمالي التكاليف السابتة دي بحتاجها برضو. دي اساسي. ماشي. قال لك عندك تكلفة صناعية خمسة متغيرة وتكلفة صناعية سابتة اتنين مناش دعوا بيها السابتة دلوقتي اما تكلفة التسويق المتغيرة للوحدة بجنيه واجمال التكاليف التسويقية والادارية اربعين الف مناش دعوا بيها. طيب. تعالك كده على جنب هنا هقول ايه? تكلفة متغيرة للوحدة وجمع. وايه? وجمع. تمام? قال لك ايه يا برينس? عندك فيه قال لك خمسة? واقول له زائل. عندك تكلفة تسويقية للوحدة واحد. بس كده يبقى عندي التكاليف كام? ستة جنيه. يبقى كده هاجه اقول له ستة جنيه. الهامش بطلعه ازاي يا برينس? عادي بطرح ساعد البيع ناقص التكاليفة المتغيرة طول ما انا نازل بطرح طول ما انا طالع ايه? بقسم. يبقى افهمها كده عشرة ناقص ستة يديني كام يديني اربعة. كمان? نزمة الهامش عايز اجيبها تعالى. انا طالع صح? اه هاخد الاربع واقسمها على العشرة واضربها في مية. بقول له اربع على العشرة في المية تلعب بكام تلعب باربعين في المية اهو اربعين في المية. جميل يبقى انا كده جبت الخطوات كده عارف حل بقى. بس في حاجة تانية ايه? انا مش جبت التكلفة متغيرة انا محتاجة اجيب اجمالي التكاليف السابتة بكام انا ما جبتهاش. طب تعال ان بص كده. قال لك في عندك تكاليف صناعية سابتة اتنين. اه ماشي. في كام بقى يا باشا? هاخد الاتنين وهوم ضريبهم في ايه? في المبعاة الفعلية بتاعتي. اهو. يبقى اتنين في تلاتين الف بستين الف. دي كده اول ايه? اول حاجة عندي. طيب. ايه حاجة تانية سابتة? قال لك اجمالي تكاليف التسويقية والادارية السابتة اربعين الف. اه طبعا باخدها. يبقى كده هقول له اربعين الف. ايه حاجة تانية مفيش. يبقى اجمع الاتنين دول على بعض ستين زياداربعين يديني ميت. الف طيب. طب انا عايز بص بقى عايز اجمالي اجمالي هامش المساهمة اهو. اجمالي هامش المساهمة. اجيبها ازاي? عناية هتقع على هامش المساهمة للوحدة. والمبعات الفعلية بتاعتي. وهضرب بقى اربعة في تلاتين بمية وعشرين الف. اهو. يبقى اربعة اهيه. في المبعات الفعلية التلاتين. اديتني كامية باشا مية وعشرين الف. بص كل ده. شغل بتجهز الشغل بتاعك. طيب. وقايل لك فيه نسبة اهو استغلال اهو ما ادالك في تمرين. استغلال الايه? الطاقة. كامية رئيسي? قال لك ستين في المية. يلا بينا نحل? حضرنا اللعبة بتاعنا خلي بالك وانت بتحل? الحاجات دي ما تاخدش معاك سواني. بس انا عشان بشرح بس. طيب. اول نقطة عندي عايز يا رئيسي كمية التعادل بالوحدات. حلوة اوي. شرطة الكاستر العسل. وحدات اه. احنا قلنا اللي فوق معنا على طول ايه? تكاليف سبتة. والتكاليف سبتة عندي بكام? بمية الف. حلوة اوي. وطالما انت بتتكلم على الكمية يبقى هامش المساهمة للوحدة. يبقى قوله على اربعة. مية الف على اربعة فيها خمسة وعشرين الف وحدة. في صعوبة ده ده لوز اللوز. تمام? طيب. هاتلي قيمة التعادل. يعني ايه? بالجنيه بقى. طيب. انا قلت لك بجيبها بحاجتين يا عم اسلام. يا ام اخد الرقم اللي انا لسه مطلعه اللي هو كمية التعادل واضربه في سعر البيع. انا سعر البيع عندي بعشرة في كمية التعادل بكام? خمسة وعشرين الف صح? يبقى هاضرب عشرة في خمسة وعشرين الف بميتين وخمسين الف جنيه. طيب. واحد تاني يقول لي طب يا عم اسلام. اقول له نعم يا حبيب قلبي. ما ممكن اعملها بطريقة تانية. اقول له يا باشا. يعني احنا ده احنا ده احنا ده احنا لنا ليك? عايز تعمل ايه? قال لي انا هاخد التخاليف السابتة. اقول له ماشي. هيقول لي هقسمها على نسبة الهامش. مش انت قلتلي نسبة الهامش ده بنوديه للبيجينيه بالكلام ده كله? هقول له اه. هقول له خلاص بسيطة. يبقى هاجي هقول له على الاربعين في المية. واقسم لي المية الف على الاربعين في المية يديني كم? هيديني برضو ميتين وخمسين الف جنيه. انت عندك ده وعندك ده. طيب. السؤال التالت طالب منك بيقول لك هاتلي كمية المبعاد بالوحدات اللازمة لتحقيق صافي ربح واقل لك كام? ده بخمسين الف جنيه. يبقى اقول له كمية اهو كمية المبعاد اللازمة لتحقيق صافي صافي بص صافي ربح كام? خمسين الف. اول راجل مديك. هنعمل شرطة كسرة اهو. طيب هنعمل ايه? اول حاجة كده دلتلك وانت مغمض. تكاليف السابتة بتاعتك بتكتبها. وبعد كده نشوف هنحصل ايه? او ايه اللي هيحصل? يقول لي كمية نبعاد صافي صافي مين? صافي الربح. طيب. انا جبت التكاليف السابتة. وعندي كام هنا هو مدهولك اهو? صافي الربح على خمسين. هقول له خلاص يبقى هجمعها على التكاليف السابتة. جميل. على مين? على هامش المساهمة للوحدة. ليه? عشان عايز مني كمية. بحاجة كده هقول له ادي الميت الف جنيه بتاعتي. اه ادي الميت الف جنيه. خلاص. زائد مين? زائد الخمسين الف. على الايه? على الاربعة. تلعب بكم? تلعب سبعة وتلاتين الف. سبعة وتلاتين الف و ايه? وخمسمائة. جميل. طيب. ايه تاني? قال لك بعد كده السؤال او النقطة رقم اربعة انا عايز هامش الامان ماشي? بالوحدات. حلوة قوي. عندك مشكلة يا عم اسلام انا ما عنديش مشاكل يعني انت عندك مشكلة لا ما عنديش طيب. احنا قلنا هامش الامان بالوحدات احنا بناخد حاجتين. بناخد مبعات فعلية وبنترحها من كمية التعادل اللي اللي انا طلعتها. انا عندي مبعات انا عندي مبعات فعلية بكام? بتلاتين الف. يبقى حاجة اقول له كده مبيعات اهو. فعلية. تمام? هقول له ناقص مين? ناقص مبيعات التعادل. يلا يا باشا نعود. امارات الفعلية عندك كم بتلاتين الف? اهو. ناقص. مبيعات التعادل لسه نطلع بخمسة وعشرين الف. هيساوي كام يا باشا? هيساوي خمس تلاف وحدة. جميل? طيب. يبقى كده هجبنا ايه? هتبص في البرده في البابلشيت هتلاقي عندك خمس تلاف وحدة. طيب. النقطة رقم خمسة. انا عايز نسبة استغلال نسبة اهو استغلال مين يا باشا? الطاقة. التي التي تحقق مين? التعادل. حلو او. حاجة كده هو اوديل شرطة كسر. بنحط اول حاجة ايه معلم? بنحط اول حاجة عندي التكاليف السبتة. صح? طيب. هو قال لك التي تحقق نقطة التعادل. طيب ما هو الراجل هو مش مديك ارقام وبالك انا عايز التي تحقق نقطة التعادل. هي نسبة الاستغلال نسبة الاستغلال كام يا باشا? والله نسبة الاستغلال عندي هو مدال في التمرين اهو بستين في المية. طالما نسبة يبقى هضرب. جميل? طيب. على كام? طالما احنا دخلنا بقى في نسبة وبنضرب ما اخدش هامش المساهمة للوحدة. اما اللي هاخد ايه? هاخد اجمالي الهامش. ليه? للي ما تضرب المية الف في الستين على اجمالي هامش الايه? المساهمة. تمام? بس كده وهدي هنجيب القلاة بتاعتنا شرطة الكسر وهدي عندي المية الف في الستين في المية على المية وعشرين الف الس دي ولو ضربناها في مية عشان نزبط البتاع يطلع بخمسين ايه? يطلع هنقول له في مية يساوي خمسين في المية. تمام? واحنا طبعا اجمالي هامش المساهمة انا قلت لك بتجيبها ازاي? اهو. خلاص قلت لك بتجيبها ازاي? تمام جدا. طيب. اخر حاجة عندي ويبقى خلصنا كده. نسبة استغلال نسبة اهو استغلال الطاقة التي تحقق ربح بقى. تحقق ربح. وميديك كام? قال لك يا بشر ربح ده بخمسين الف جنيه. خايف حلو اول. تعال كده بصلي كده في التمرين في النقطة اللي قبلها. اللي زاد عم اسلام. واحد يقول لي هو اللي زاد الخمسين الف. طيب حلو اول. اجمعه لي على التكاليف السبتة. يعني هاجي كده هقول قد خمسين الف اهيه. هنزلها. واقول له زائد ميت الف اهو في ستي على كام? على المية وعشرين الف. يبقى ايه اللي زاد عندي? الفرق اللي زاد اللي انا دخلت الخمسين الف جمعتها على التكاليف السبتة. وكملت بقى المسألة بتاعتي عادي جدا. تعال يا باشا نعمل اهو قد لي كده. مش هو فوق عندي كده. طيب انا عندي اصلا الميت الف والخمسين يبقى مية وخمسين الف. طيب امسح كده وكتب لي مية مية وخمسين الف جنيه. وقول له يساوي. تلع بكام يا باشا? تلع بخمسة وسبعين ايه? في المية. هيساوي خمسة وسبعين في المية. وخلص ايه? وخلص التمرين. طيب المطلوب من حضرتك اللي انت تحل كل الامتحانات السابقة. او الخاصة بالدرس ده. تمام? حل يا باشا وما تقلقش. غلط. شوف اللي انت غلط فيه. وابدأ صحاحه. مرة واتنين وتلاتة هتلاقي معاك ان الدنيا سهلة. المحاسبة الادرائية والله ما فيش اسهل منها. تابعوا بس معايا الشرح وان شاء الله. آآ ربنا يوفقكم جميعا. اتمنى الناس تكتب كومنتات التفاعلية بحيس ان الفيديو يوصل لأكتر عدد. واعمل للفيديو. ابعت للناس اللي عندك يا باشا. والله انت لما تبعت هتاخد برضو سواب واتاخد اجري. لان انت ممكن حد مسلا والله ما عندوش ظروف يروح سناتر. ما عندوش آآ ما عندوش آآ وقت يقدر يروح الجامعة آآ عنده شغل مضغوط معهش فلوس. الحاجات دي كلها. فاحنا تنعمل الشرح ده مجاني. للناس اللي مش قادرة ولا عندها ظروف تقدر تتفرج. والمعلومة بتوصل زي ما قلت لك باسهل الطرق ان شاء الله. آآ تحيات اشوفكم على خير دي قناة كوكوب الاسد كان معاكم اسلام آآ الاسد. واشوفكم في المحاضرة التالتة. او المحاضرة التالتة هتلاقوا ان شاء الله برضو موجودة. يعني هتلاقوا اللي هو اكتر اكتر من منتج. انا عامله فيديو. الناس اللي خلصت وحابة هتدخل تشوف المنتج اكتر من المنتج بيعمل ازاي يتفرجوا عليها عشان في شوات شغل. هتلاقوا برضو الفيديو موجود. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.